أعجبتني مرة عبارة لأحد المستشرقين قال أعجب شيء قرأته في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أيها الإخوة قال أنه لما كان البلاء مشتدا به بعد نزول الوحي عليه لأول مرة ما ذهب إلى أصدقائه ما ذهب إلى أبي بكر ولا ذهب لمن يعرفهم في مكة أول ما ذهب إلى زوجته ولهذا عندما تكون الزوجة صديقة لك تبثها همومك وأحزانك أنت تعيش حياة جنة لأن هذه المرأة أخذت فعلا حياتك وعرفت أسرارك وهي لباس لك وهذا أيها الأحبة يدل على عمق المحبة فيما بينهما نعود إلى قضية الصداقة الذين يبتغون أصدقاء بلا أخطاء يبحثون عن المستحيل ولكن سدد وقارب واصبر على الناس وتغافل عنهم واليوم ستجد منهم هجر وغدا يمنعونك من حق لك وبعد غد يعطون شخصا ولا يعطونك وتجد أحيانا تمر بأحد أصدقائك الخلص العزيزين على قلبك وبيته مضاء بمناسبة كبيرة له أو لأحد من أهله ولم يدعوك فتقع هذا في نفسك كل هذه الأشياء يا أخي الكريم إذا كانت الأخوة صادقة فإنك لا تلتفت إليها لأن التفاتك إليها ستبقى الآن سيئة من السيئات لصديقك في حياتك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر